لا يعرف الكثيرون في مصر مطبوعة وصلة فلا يصدر منها إلا ألف نسخة شهريا وتوزع لعدد من المثقفين والشخصيات العامة قررنا مع مجموعة من الشباب نعمل مطبوعة هي تنقل اللي بيكتبوا الشباب أيا كان أراءهم حلو ووحش مع أو ضد وجهات نظرهم وأفكارهم في موضوعات مختلفة نحطها في مطبوعة ونبعتها للأجيال الكبيرة عشان ياخدوا معقف ياخدوه عن فهم لطبيعة مجتمع اللي هو الافتراضي على الإنترنت وقال ناشروا أصلا إن مصادرة العدد تمثل إشارة إلى التهديدات التي ستواجهها حرية الصحافة في عهد جديد هي ضربة لحرية التعبير وضربة لمنظمات المجتمع المدني الجاد الناقضة للأوضاع المتردية لحول الإنسان العدد الذي تمت مصادرته كان يضم موضوعات عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل انتخابه رئيسا ويغلب عليه طابع الانتقاد له لكن خبراء أمنيين يرون أنه لا حديث عن حقوق الإنسان عندما يكون هناك خطر على الأمن القومي المصري هذه المنظمات عبست منت بالأمن الوطني وأمن مصر ومقدرات مصر وشفنا كثير من الجرائم تم ضبطها بتنظمها تلك الأمن المنظمات الحقوق الإنسان والإنسان دي على عينه راسي بعد أنه ما وفر الأمن وأضمن الأمن القومي أمن المواطن أمن الوطن أمن الحدود نحن دولة مستهدفة كما يرى بعض العاملين في مجال حقوق الإنسان أن الأمر لا يرقى لأن يكون تهديداً لحرية الرأي في مصر منتظر أنه الدستور الجديدي ترجم لقوانين لسه ما ترجمش القوانين والدستير لا تطبق مباشرة إلا في أضيق الحدود وبالتالي أيها الحدثة تصير القلق لكن مش بشكل اللي يخلينا يبقى نقول والله الحرية الرأي وتعبير في خطر وكذا ناشر وصلة سوف يواصلون إصدارها لكن المخاوف على حرية التعبير في مصر ما زالت مستمرة خاصة بعد تصريحات مسؤولين أمنيين بأنهم يراقبون مواقع التواصل الاجتماعي مع التأكيد على التزامهم بالدستور الذي يكفل الحريات بكافة صورها عز محيد دين بي بي سي القاهرة